وصلنا لفقرتنا القانونية لما ساحتنا القانونية أكيد نرمين لموضوع يمكن بهم كتير من اللي عم يتابعونا يعلم جميع إشكاليات الطلاق صارت خضية اجتماعية غاية بالخطورة بالقاونة الأخيرة حيث أن أكثر المتضررين منها المرأة ثم الطفل في الغالب تخرج المرأة من بيتها بتعبت فيه طوال حياتها وهدرت فيه كافة حقوقها بالإضافة لخسارتها لأطفالها في أغلب الأحيان شو جهة النظر القانونية في قضية حضانة الأطفال صن الحضانة للذكر والأنثى ومدة الحضانة وشروط الحضانين الحديث أكثر عن هيدا الموضوع قانونيا معنا الأستاذة المحامية منال برازي سعد صباحك أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية سويا أهلا فيكم صباح النور سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بداية خلاني نحكي عن موضوع الحضانة نعرف أكثر فيه شو بيشمل يا ترى هو الرعاية القانونية المادية أو لا بتكون فيه إلى تقسيمات معينة بالقانون هلا هي الحضانة بتكون من حق الأب والأم سواء أثناء الزوجية أو بعض الطلاق بس هي بتجي بالدرجة الأولى للأم في أثناء الطلاق هي بالدرجة الأولى تأتي للأم تعدل عننا القانون الجديد بحيث كان الحضانة للطفل للسبع سنوات وللأنثة تسع سنوات على التعديل الجديد صار بيبقى المحضون سواء الزكر ولا أنثى برعاية الوالدة للخمستعشر سنة بعد الخمستعشر سنة الأب بيتقدم بطلب للقاضي الشرعي بيأخدم دون محكمة موضوع الحالات هي بالسقوط الحضانة للأم في حال زواجة من أجنبي ولكن هنا تصدقوا كوانا لصالح الأم القانون الترعيل للبحث عن وضوع الموضوع حتى لو إما تزوجت إذا قدرت المحكمة أن يحصل بحضانة الأم وهلئية حتى يت galaxy've known كانت تزوج من الأم Estate ومثعت في المحضون إسمettes ч remains to be house الآن أصدقوا من الأب بعد مع ام الأم كنت عم أسألك عن موضوع الحضانية ترى مثلا الأم أخذت الحضانة فهي مسؤولة عن الأطفال كاملا يعني من ناحية القانونية والمادية وكل الأذونات ولا لا بيكون في بالقانون بالمحكمة الأب مكلف يرعى أولاده الأب مكلف يرعى أولاده الأب مكلف يرعى بالنفق على الأطفال الأم عليها الرعاية والنفقة هي على الأب إلا إذا كانت الأم عنده القدرة المادية على رعاية الأطفال والأب ما عنده القدرة وثبت هذا الشيء طبعا تبعى النفقة على الأم طيب منال في كتير من الحالات الطلاق بتكون الأم تنازلت عن حق حضانة أولادها يمكن تعرضت لتهديد أو تعنيف طرت من خلاله تحت ضغوطات اجتماعية أو حياتية عامة عيشها تنازلت عن حضانة أولادها خلينا نحكي عن شق القانوني هون فيه ممكن مثلا تسترجع الأم أولادها هلأ إذا الأم تنازلت عن الحضانة لعدم قدرتها على الأنفاق تقدر ترجع تقدم طالب أنه صار عندي قدرة لا حسب الضغوطات مثلا ضمن المحيط الضغوطات هي تنازلت بكامل إرادتها يعني هي عندها العال والبلوغ والرشد يعني هي تنازلت ما فيه شق قانوني تبيمنحها أنه تسترجع أولادها ضمن هاي التنازل تنازل عن الحضانة ما فيه استرجاع عنه إلا بحال إذا كانت الأم هي فيه سبب لزوال الحضانة عنا سبب مهي تنازلت سبب وزال السبب ترجع للحضانة تمام خلينا نحكي كمان بموضوع الله حضانة عندها غيابة الأب والأم لسبب ما الحضانة لوين بتتجاه دائما هلأثار فيه عندنا أهل الأب وأهل الأم فلا مين بتكون الأولوية بالحضانة الأولوية لبعد الأب لأم الأم وفي حال تعددوا الآضي هو هالتعديل الجديد هو يعني يعين من حصلها يعني الجدة من ناحية الأم تمام من ناحية أم الأم تمام من بعد أم الأم لأم الأب هاي من ناحية القانونية طيب منال خلينا نحكي مثلا عن الرعاية الصحية أو النفسية للأطفال ممكن كتير من الأمهات أو الأباء بيأخذوا حضانة أولادهم لكن هنه غير أصحاء نفسيا لرعايتهم هون الشق القانوني كيف بيلعب دور هلا في حال ثبوت أنه الأب أو الأم ما عندهم قدرة على رعاية الأطفال تسقط الحضانة الشهادة من وين بتتاخذ هون هلا بيروحوا على المركز بنعرضوا على طباء إذا كان عندهم أي خلال إذا الأب إذا يقدم شكوى ضدهم مثلا من ناحية أهل الأم أو ناحية أهل الأب لأنا أخذ هاي الشكوى بعين الاعتبار فينا نقول هلا إذا كان الطفل مثلا برعاية الأب وثبت أنه غير مؤمن يعني هو ما نه مؤتمن على الطفل بتزول عنه الحضانة تمام؟ وبيتقدم هذا الشيء عند القاضي الشرعي بيعرضو للجنة أنه غير مؤتمن على الطفل ظروفه غير ما نه قادر على الأنفاق أو تعرض لتعليف طبعا هلا أو الأب إذا بدأ تكون الأنسة عنده برعايته لازم يكون عنده نساء والنساء بتتفضل أنه تكون من زوية الرحمة المحرم إذا كانت أنسة إذا ما عنده هذا الشيء بتزول عنده الحضانة طيب إذا الطفل تعرض لتعنيف فيه هو يقدم شكوى أو يحكي؟ إيه طبعا بيتقدم فيه هذا شكوى وبحال أنه سبت أنه الأب أو الأم عم تعرضوا للتعنيف أو التعذيب بيسقط عن ناحق الحضانة أستاذ المنال بنا نحفي كمان عن موضوع خلال فترة الحضانة لسبب ما الطفل معنه مرتاح يعني الأم متزوجها والأب متزوجه معنه مرتاح فكيف مو مرتاح نفسياً ما في هذا الأثق مثلاً بديقول إنه الضرر الكتير واضح جسمانياً أو حتى نفسياً اليوم ممكن تروح مثلاً الطفل يروح لعند أبو بدي يقل له مثلاً أنه أنا مانا يمرتاح بالبيت ببيت أمه بدي يروح لعند والده بيكون القانون تاركي ممكن هيك نقول ما بدي سمياه ثغرات ولكن منافز أنه لانتقال الحضانة بعد الخمسة عشر سنة هلأ على التعديل القانون الجديد صار في شيء اسمه التقدير المحكمة هي المحكمة وين بتقدر مصلحة المحضون سواء أن ذكر ولا أنسى هي يعني صار إلى حرية صار إلى سلطة تقديرية بالأول أنه لا ما كان في قبل التعديل هلأ التعديل هذا الجديد أنا بيرأيه هو أنصف كثير الزوجة أو الأم بشكل عام يعني ما عدا هي عانت بقى هالمعاناة كثير هي لا تحس حل على محضونة أو أنه تتعذف فيه لا خلق صار تأمل له الرعاية إذا أما إذا شافت الأب عنده الطفل ما نؤدران يأمل له المعيشة ما نؤدران ما نؤتمن على الطفل أو رعايته بتقدر هي بكل بساطة تقدم طلب تأخذ المحضون لصالحة طيب منع لما يبلغ الطفل سن الرشد هل يحق له اختيار مكان إقامته أو الرعاية تبعيته إن كان عند الأم أو الأب هلأ متى ما صار هو الطفل بسن 18 هو إله حرية الاختيار خلص هو انتقل من سن الحضاني أبطع هو صار بسن الرشد نحن نحاول نسألك جميع الأسئلة اللي بتخطور على بال جميع المشاهدين من خلال الشق القانوني عارفت كيف هلأ بالحالات يعني إحنا عنا حالات سقوط الحضاني هلأ هي قبل التعديل هي ما كان عنا ياها هلأ ما كان فيش اسمه نحن عنا حالات سقوط الحضاني عن تعديل كانت بس بحالة تزوجت الأم تنتقل الحضاني منها لأم الأم هلأ على القانون والتعديل الجديد صار بتنتقل من الأم للأب بعد الأب إذا ما كان موجود هي بفضأ بتنتقل لأم الأم هلأ بموضوع بسؤالنا الأخير رح نحكي عن الفترة الزمنية للقضية اللي بدا تكون لانتقال الحضاني أو السقوط بتاخد كتير وقت وإجراءات معقدة ولا لا صاد بموضوع المحاكم هو موضوع إجراء روتيني ما بياخد كتير وقت هلأ لا هو بتقدم بطلب بغض النظر نحن عم حكمة الموضوع إذا رأى القاضي إنه مصلحة المحضون سواء هون يعني سواء مع الأب ولا مع الأم بيعطيهم الموافقة بدون تعرض للموضوع يعني هلأ إحنا بالأول والأخير يعني مصلحة القانون هي مصلحة التفض المحضون إنه هو يكون عم يتربى صاح عم يأخذ الرعاية الصاح متأمل له المسكن متأمل له النفقة يعني هي والأول والأخير إنه نعاية المحضون الأستاذ المحامية منال برازي بنتشكرك على وجودك معنا شكراً شكراً لك يعطيك العافية شكراً بثير إليك